اشتركوا في القناة باخذ الارواح وحصد الارواح وكأنه ملاك الموت المفد من السماء وسيجاز على ذلك صورة النهاردة صورة بشعة جدا يعني قلمتني لما تفرجت عليها مبارح توقفت قدامها كثيرا استرالي يعني رجل استرالي واخد ابنه معاه اسمه خالد شروف استرالي اسلم نشر الصورة على حسابه بتويتر ومعاه ابنه ابنه شايل ايه راس مقطوعة شيء مش ممكن يعني وزير الخارجية الامريكي جون كيري استخدم هذه الصورة للضغط على الامم المتحدة من اجل التدخل في العرق ده واحد انضم الى داعش في استراليا بلد متقدمة جدا وفيها نمو وفيها حياة ولكنه اعتنق الفكر الارهابي